تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح في ضغل الله ورعاف تتحى المؤتمر السنوي السابع حول الشراكة الفاعلة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل والذي يقام بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا والسناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة الخيرية الملكية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس مجلس يومناء المؤسسة الخيرية الملكية في كلمته والتي يلقاها في افتتاح هذا المؤتمر على اهتمام مملكة البحرين بتقديم الدعم بمختلف أشكاله والوقوف إلى جانب المتضررين والمنكوبين وعلى دعم الجهود الإنسانية في العالم ومساعدة منظمات ومؤسسات العمل الإنساني وذلك انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والروابط الإنسانية التي تجمع مملكة البحرين مع مختلف شعوب العالم وخلال الكلمة نقل سموه تحيات جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية وتمنيات جلالته لهذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح وعبر سموه عن تقديره وشكره العميق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا وللمؤسسة الخيرية الملكية ولصناديق الإنسانية للمضانة التعاون الإسلامي على جهودهم الكريمة في تنظيم المؤتمر السنوي السابع للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل في وقت يشهد فيه العالم ظروفا إنسانية صعبة لكثير من الشعوب كما ثم نسموه الجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة ووكلاتها المختلفة من أجل تنسيق وتوحيد الجهود الإنسانية مما كان لهم الدور في إيجاد قنوات وأليات تنفيذية وفتح الطرق المناسبة لإصال المعونات والمساعدات المختلفة كما بيّن سموه الشيخ ناصر بن حمد أن مملكة البحرين لم تتأخر يوما في دعم الجهود الإنسانية في مختلف الدول المنكوبة والمتضررة انطلاقا من دورها في مساعدة شعوب دول العالم إذ تأتي دائما التوجهات الملكية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة في سرعة مد يد العوني وتقديم المساعدة كما أشاد سموه بالمستوى العالمي من مقدمي أوراق العمل والحضور المميز من أكثر من دولة والذي يؤكد على المسؤوليات الكبيرة للقطاع الرسمي والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني فالارتقاء بأدوار رئيسية فاعلة للمساهمة في تخفيف المعاناة التي تعيشها الشعوب العالم نتيجة الكوارث الطبيعية والأزمات الداخلية والحروب وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليثة بتسليم جائزة سموه للأعمال الإنسانية إلى معالي الدكتور عبدالله المعتوق المسشار بالدوان الأميري بدولة الكويت ورئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤود الإنسانية وذلك تقديرا لجهوده الإنسانية الكبيرة وما قدمه من عطاءات في مجالات العمل الخيري والإنساني إذ يتم منح جائزة سموه للشخصيات والهيئات التي قدمت خدمات إنسانية وخيرية لإغاثة المحتاجين ومساعدة المنكبين دون النظر إلى عرق أو دين أو جنس أو طائفة وبعيدا عن السياسة والحزبية وإنما من منظور أعمال إنسانية بحتة كما تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليثة شهادة تقدير من السيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ تقديرا لدور سموه في العمل الخيري وخدمة المحتاجين والمنكبين في دور العالم كما قدمت اللاجئة السورية والطالبة بمجمع مملكة البحرين العلمي بمخيم الزعتري ملاك الشولي تجربتها في اللجوء وتفوقها في مدارس البحرين ودور هذه المدارس في بث الأمل في حياتها عبر إعطائها حقها في التعليم الذي حرمت منه بسبب الحروب ترجمة نانسي قنقر بحضور أكثر من 250 شخصية تعمل في المجال الإنساني في مختلف المنظمات والمؤسسات الخيرية والإقاثية من مختلف دول العالم انطلق المؤتمر السنوي السابع حول الشركات الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل حيث طرح مجموعة من القضايا المهمة في مجال العمل الإنساني ركز فيها على ثلاثة محاور الشباب والنساء والفتيات والتعليم في حالات الطوارئ المؤتمر بغاية المهمة والحضور المكثب من سمو شيخ ناصر طبعا رعاية كريمة من سيدي جلالة الملك واهتمام كل اللاعبين الكبار في عمل إنساني يدل على أهمية هالمؤتمر اللي نلقي الضوء على القضايا الإنسانية والمشاكل التي تمر في المنطقة بهدف توصيل المساعدات لهم بهدف استفادة من خبراتنا مع بعض طبعا من أهم الأمور التي سوف تناقش في هذا المؤتمر هو بعض مخرجات القمة العالمية الإنسانية التي حدثت في 23 مايو في إسطنبول من هذه السنة والأمور التي سوف تطرح في هذا المؤتمر والمقتبسة من القمة هي طبعا دور الشباب في العمل الإنساني والخيري بشكل عام أيضا دور التعليم وأهمية التعليم لحفظ وصنع السلام وأيضا بناء وإعادة بناء الدول المتضررة والمجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية تبادل الأفكار وطرح المزيد من المبادرات من شأنها أن تثري العمل الإنساني وتعزز مبادئ صون الكرامة الإنسانية للمنكوبين بالإضافة إلى زيادة الوعي بالالتزامات التي أخذتها المنظمات الإنسانية على عاتقها مؤسسة الصندق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي هي مؤسسة إنسانية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي هي من أكبر المنظمات في العالم والتي تضم 57 دولة على مستوى العالم مشاركتنا في هذا المؤتمر كمشاركين في التأسيس هو من أجل إرسال رسالة واضحة إلى العالم بأسره أن العمل الإنساني هو البوابة التي نوصل رسالتنا نحن من خلالها ونظهر الوجه الأمثل للإنسانية في التضامن وفي التعاون وفي لأم الجراح في بلداننا الإسلامية من جانب آخر استعرض المؤتمر من خلال فيلم قصير حمل إسم ملاك دور مملكة البحرين في خدمة التعليم وافتتاح أول مدرسة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قدم مدرسة المجمع العلمي البحريني في مخيم الزعتري الحمد لله كثير ساهم بتعليم وبناء جيل جديد بداية كان من الصف الخامس للتوجيهة هلأ الحمد لله بلش من الصف الأول للتوجيهة كثير لاحظنا فرق صار في جيل جديد صار في تخرجت ناس من المخيم الأولى على البادية الغربية يعني كثير لاحظنا فرق وطبعا هي المدرسة الأم لأنه هي أول مدرسة بنت بمخيم الزعتري هذا المؤتمر يفتح الباب على مصراعه بهدف إيجاد المزيد من سبل التعاون بين المنظمات الإنسانية بما يحفز المبادرات المبتكرة للدعوات الإنسانية خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين